نفى المركز الأعلامي لمجلس الوزراء انتشار مرض الحم القلعية بين الماشية في مصر نتيجة غياب حملات التحصين لحمايتها وتواصل المركز مع وزارة الزراع التي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لانتشار مرض الحم القلعية بين الماشية في مصر نتيجة غياب حملات التحصين لحمايتها وشددت على توفير كافة التطاعمات والتحصينات الوقائية لرؤوس الماشية بشكل دوري ضد أي أمراض وبائية مشيرة إلى أنه تم إطلاق الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلعية وحمى الوادي المتصدع منذ 19 نوفمبر 2022 بجامع محافظات الجمهورية